السلام عليكم يا أحبائي درسنا لليوم هو نشاط عملي لنستخدم النماذج لنوجد الحجم الحجم هو مقدار الحيز بداخل أي شكل ثلاثي أبعاد طلب مننا في هذا المثال أن نصمم مكعبات بحجوم مختلفة فرضا المنشور A يريد أن يكون طوله 1 وعرضه 2 وارتفاعه 1 لنقوم بتصميم هذا المنشور سنقوم بتركيب هذا المنشور طوله 1 لو لاحظنا أما العرض هذا 1 وعرضه هنا 2 وارتفاعه 1 يوجد به طبقة واحدة إذن لو نقوم بعد المكعبات جميعا فهي 1 و2 فقط يوجد لدي مكعبين فإذن عدد المكعبات في المنشور الأول المنشور الذي اسمه A 2 فيكون حجمه 2 سنتيمتر مكعب المنشور الآخر B يريد أن يكون طوله 2 وعرضه 2 وارتفاعه فقط 1 صممناه بهذا الشكل هذا الطول 2 وهذا العرض 2 أيضا ويوجد به طبقة واحدة ارتفاعها واحد قوموا بعد المكعبات فإذن هي 4 وعند كتابة الحجم يجب أن تكون الوحدة مكعبة سنتيمتر أو الثلاث في المنشور الثالث الذي اسمه C يريد أن يكون طول هذا المنشور 3 أما العرض 2 لكن يريد أن يكون ارتفاعه 2 أي يوجد به طبقتان لاحظوا هذه أصبح لدينا الارتفاع 2 في كل طبقة أو في الطبقة الواحدة يوجد في عندي 6 مكعبات إذن الطبقة الأولى فيها 6 الاثنان أيضا 6 فسيصبح المجموع 12 وسيكون هجمه الإجمالي 12 سنتيمتر مكعب لكن هنا شيء مهم دعونا نلاحظه لاحظ الطول هو 1 العرض 2 والالتفاع 1 لو قمنا بضرب هذه العداد سيعطينا 2 1 ضرب 2 ضرب 1 يساوي 2 أما في المنشور البي لو قمنا بضرب 2 ضرب 2 ضرب 1 يعطينا 4 فهل من الممكن أن يكون الحجم هو نفسه الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع دعونا نتأكد لو قمنا بضرب 4 ضرب 2 ضرب 2 سيساوي 16 هل حجم المنشور الأخير 16 في المنشور الأخير طلب مننا أن يكون طوله 4 والعرض 2 لكن الارتفاع يساوي 2 فإذا لو قمنا بضرب 4 ضرب 2 ضرب 2 فيساوي 16 لأن كان عندي في الطبقة الواحدة 8 مكعبات في هذا المثال يريدنا أن نصمم هذا المكعب بهذه الأطوال الطول 4 أما العرض 3 ويريد أن نوجد الحجم الإجمالي في الطبقة الأولى طولها 4 وعرضها 3 في الطبقة الأولى يكون ارتفاعها 1 فهذه 4 الطول والعرض 3 لو قمنا باحتساب المكعبات سيكون لدينا 12 مكعب فإذا الطبقة الأولى حجمها 12 سنتيمتر مكعب في الطبقة الثانية سيكون نفس الطول الطول لن يختلف ولا العرض سيختلف فقط سيختلف الارتفاع سيكون ارتفاع هذه الطبقة 2 إذن الطول هو نفسه العرض أيضا نفسه في الطبقة الواحد يوجد لدينا 12 عندما نقوم بصف 12 مكعب فوقها سيصبح لدينا المجموع 24 مكعب أي الحجم 24 سنتيمتر مكعب بنفس الطريقة لدينا في الطبقة الثالثة طولها 4 وإيضا طبقة الرابعة نفس الطول لن يختلف ولا العرض لكن سيختلف الارتفاع الطبقة الثالثة ارتفاعها 3 سنقوم بصف 3 طبقات أما في الطبقة الرابعة سنقوم بصف 4 طبقات وهكذا إذن في كل طبقة سنقوم بإضافة 12 مكعب إذن مجموع الطبقات في الطبقة الثالثة سيصبح 36 وهو نفسه ناتج الضرب 4 ضرب 3 ضرب 3 في الطبقة الرابعة سيصبح لدينا مجموع الطبقات 48 مكعب وهو نفسه ناتج الضرب 4 ضرب 3 ضرب 4 أي الطول في العرض في الارتفاع فإذن حجم هذا المنشور بشكل كلي هو 48 مكعب أي 48 سنتيمتر مكعب هذا أيضا مثال آخر يريد مننا أن ننشئ مكعب أو منشور طوله أربعة لو قمتم بعد المكعبات الصغيرة والعرض أيضا أربعة لاحظوا في الطبقات جميعا في الطبقة الأولى والثانية لن يختلف الطول والعرض لكن سيختلف فقط الارتفاع في الطبقة الأولى كان لدينا الارتفاع واحد أما في الطبقة الثانية سيصبح لدينا الارتفاع اثنان لنقوم بإنشاء هذا المكعب بشكل سريع ولاحظوا أن في كل طبقة سيكون لدينا 16 مكعب لو قمنا بعملية الضرب أربعة ضرب بأربعة في الطبقة الأولى فيها 16 مكعب أما الطبقة الثانية سيكون المجموعة 16 زائد 16 32 وهنا أيضا هذا المثال في هذا المنشور الطول يساوي 6 قمنا بعد مربعة صغيرة فإذا في جميع الطبقات لن يختلف الطول والعرض أيضا يساوي 3 وأيضا في نفس جميع الطبقات العرض هو نفسه لكن الارتفاع الذي سيختلف لدينا سيكون لدينا في الطبقة الواحدة 6 ضرب 3 ضرب 1 يساوي 18 مكعب لو قمنا بعدها من الأعلى إذن سنقوم بإضافة 18 عند كل طبقة في الطبقة الثانية سيكون لدينا 36 طبقة الطبقة الثالثة سيكون لدينا 54 مكعب والأخيرة 72 مكعب وهو لو تلاحظوا هو نفس ناتج ضرب الطول في العرض في الارتفاع فإذن سيكون حجم هذا المنشور بشكل كلي 72 سنتيمتر مكعب إذن يا أصدقائي لو قمنا باستنتاج أن هناك علاقة بين المساحة والحجم مع الطول والارتفاع فإذن لو أخذنا هذا السؤال ما شكل قاعدة المنشور الطبقة الواحدة في هذا المنشور ما هي؟ هي مستطيل في هذا المثال مستطيل طوله 5 وعرضه 3 وطلب مننا أن نقوم بشرح هل هناك قاعدة لإيجاد المساحة لو قمتم بعد المساحة في الأعلى أو عدد المكعبات في الأعلى فستكون 15 وهي نفسها 5 ضرب 3 أي مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض وسنختصر المساحة برمز A A تساوي 5 ضرب 3 يساوي 15 مكعب لو قمنا بعد المساحة فقط من الأعلى أي قمنا بعد طبقة واحدة لأن المساحة هي عدد المكعبات في طبقة واحدة في النهاية طلب مننا أن نوجد علاقة في الحجم في هذا الحجم كيف نستطيع أن نوجد الحجم؟ لقد لاحظنا أن الحجم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع أي طول المنشور في ضرب عرضه ضرب الارتفاعه هذا الحجم سنقوم باختصار الرمز إلى V طول المنشور هو 5 خمسة مكعبات وعرضه 3 وارتفاعه 3 الطبقات في ساوي 45 سنتيمتر مكعب ضرب الارتفاعه stick ضرب الارتفاعه اشتركوا في القناة